بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بكم أبناء التلاميذ متابعية الأفاضل في قناتكم قناة التميز في العلوم الطبيعية ألتقي بكم اليوم مجدداً ولكن في سلسلة تمارين حول مقطع التغذية عند الإنسان وهذه السلسلة هي سلسلة تمارين لم يتم التطرق إليها لحد الآن في شهادات التعليم المتوسط السابقة والآن مع أول تمارين اخترته لكم وهو تمارين حول الوسط الداخلي إذا للتعرف على الوسط الداخلي ودوره في العضوية أخذت الوثيقة المقابلة أولاً تعرف على العناصر المرقمة ثانياً حدد العلاقة بين العنصر ألف وباء وجيم وأخيراً وضح الدور الذي يلعبه العنصر باء قبل أن ننتقل إلى حل التمارين تعرفون بأن الوسط الداخلي هو مجموع سوائل الجسم الثلاث والمتمثلة في الدم واللمف واللمف البيني والآن مع حل التمارين التعرف على العناصر المرقمة واحد تمثل شعيرة دموية اثنين تمثل قريات الدم الحمراء ثلاثة تمثل مصورة أو بلازمة أربعة يمثل الدم خمسة يمثل الأكسوجين أما ستة فتمثل خلايا أحد الأعضاء أو خلايا عضو إذن اسأل الموليح حدد العلاقة بين ألف وباء وجيم أولاً نتعرف على العناصر ألف وباء وجيم ألف يمثل اللمف بينما العنصر باء يمثل اللمف البيني ويمثل العنصر جيم الدم إذن نأتي الآن إلى استخراج العلاقة بين هذه العناصر الثلاث إذن يتشكل اللمف البيني أو نسميه السائل البيني انطلاقاً من الدم بالترشيح ثم يرجع إلى هذا اللمف البيني إذن يدور بين الخلايا ثم يرجع إلى الوعاء اللمفاوي ليشكل اللمف ومنه يمكن القول بأن اللمف البيني جزء من الدم اللمف البيني نفسه اللمف لأنه يرجع إلى الوعاء اللمفاوي واللمف جزء من الدم لأنه يلتقي مع الدم على مستوى الوريد تحت الترقوي الأيسر ثالثا الدور الذي يلعبه العنصر با إذن يعمل اللنف البيني على نقل المغذيات من الدم للخلايا كما يخلص هذه الخلايا من الفضلات الآزوتية المتمثلة في البولة وحمض البولة والكرياتينين ويوصلها للدم الذي يتخلص منها على مستوى أجهزة الإطراح من بين الأسئلة أيضا التي تطرح على هذه الوثيقة هل يكون الدم في تماس مباشر مع الخلايا طبعا الدم لا يكون في تماس مباشر مع الخلايا وإنما يتم تزويد الخلايا بالمغذيات وبما تحتاجه عن طريق السائل البين والآن ننتقل للتمرين الثاني الذي اخترته لكم وهو التمرين حول طريقة الانتصاص ونقل المغذيات في العضوية إذن نقل التمرين بينما أنت وأخوك على مائدة الطعام إذ تساءل أخوك قائلا ما مصير هذه المغذيات التي نتناولها وبحكم أنك تلميذ في السنة الرابعة المتوسط تقدم لك هذه الوثيقة لمساعدة أخاك في فهم مصير المغذيات التعليمات استبدل مكان الأرقام بالبيانات المناسبة واقترح عنوانا للوثيقة ثانيا حدد دور العناصر الممثلة بالأرقام 1-4-6 ثالثا سمحت تجربة الطرد المركزي بفصل المكونات الموجودة في العنص الرقم 2 وتم استعمال محلول لمنع تخصر الدم ألف سمي المحلول المستعمل وحدد المكونات التي تم فصلها موضحا دور كل واحد منها باء اشرح مسار هذه المغذيات الناتجة عن عملية الهضم الكلي للأغذية والآن مع حل التمرين الثاني التعرف على البيانات المرقمة واحد يمثل معي دقيق اثنين يمثل وريد باب كبدي ثلاثة تمثل قناة لنفاوية أربعة تمثل كبد خمسة وريد فوق كبدي ستة قلب ثانيا التعرف على دور العناصر واحد أربعة وستة دور العنصر واحد هو الهضم والامتصاص إذن العنصر واحد هو المعي الدقيق دوره تحدث على مستوى عمليتين عملية الهضم وعملية الامتصاص أما دور العنصر أربعة فهو تنظيم نسبة السكر في الدم في حدود 1 غرام على الليتر إذن العنصر أربعة هو الكبد دور العنصر ستة وهو ضخ الدم إلى كافة أنحاء الجسم لتزويدها بالمغضيات والأكسجين وتخليص هذه الخلايا من الفضلات الأزوتية وغاز ثاني أكسيد الكاربون ثالثا تسمية المحلول المستعمل والتعرف على المكونات المفصولة ودورها المحلول المستعمل هو أكسلة الأمونيوم وقد يتم استعمال أكسلة الأمونيوم لمنع تخثر الدم أما المكونات التي تم فصلها فهي كالتالي إذن قريات الدم الحمراء ودورها نقل الغازات أما ثانيا فقريات الدم البيضاء ودورها الدفاع عن الجسم ثالثا الصفائح الدموية ودورها تخثر الدم في حدوث جرح أو نزيف أخيرا البلازمة أو نسميها المصورة ودورها نقل المغضيات والفضلات الأزوتية أخيرا مسار المغضيات الناتجة عن عملية الهضم إذن تسلك المغضيات الطريقين إما الطريق اللنفاوي أو الطريق الدموي حيث تمر بالطريق الدموي العناصر التالية المتمثلة في الجلوكوز الأحماض الأمينية الماء الأملاح المعدنية والفيتامينات الذائبة في الماء أما الطريق اللنفاوي فتمر من خلاله الأحماض الدسمة والجليسيرول إضافة إلى الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات الذائبة في الدسم وقد يطلب منكم أيضا تحديد نسبة السكر مثلا في الوريد الباب كبدي والوريد فوق كبدي قد يطلب منكم أيضا تحديد دور الكبد وقد يعطى لكم جزء فقط أو نصف فقط من هذا المخطط ويطلب منكم إكمال الجزء المتبقي والآن مع التمرين الثالث المقترح وهو التمرين حول فصل مكونات الدم لفصل مكونات الدم نضع في جهاز الطرد المركزي أمبوب اختبار به دم طازج وقطرات من أكسلات الأمليوم وبعد دقائق تحصلنا على المظهر المبين في الوثيقة ألف أولا سمي البيانات المرقمة من واحد إلى أربعة ثانيا يمكن يكمن دور العنصر واحد في نقل الغازات التنفسية المتمثلة في الأكسجين وسيؤدو كما يبينه التفاعلين التفاعل الأول HB زائد أربعة أو دو تعطيني HB أويت التفاعل الثاني HB زائد سي أو دو تعطيني HB سي أو دو إذن أولا حدد مقر التفاعل الأول ومقر التفاعل الثاني وأخيرا ما الفائدة من استعمال أو إضافة أكسلات الأمونيوم للدم الطازج إذن كما قلت هذا التمرين لم يتم التطرق إليه سابقا والآن ننتقل مباشرة إلى حله أولا تسمية البيانات المرقمة واحد تمثل قرية دم حمراء ثانيا تمثل قرية دم غضاء ثلاثة تمثل صفائح دموية وأربعة تمثل البلازما أو المصورة ثانيا تحديد مقر التفاعلين الأول والثاني يحدث التفاعل الأول على مستوى الأسناخ الرئوية أين يكون تركيز الأكسجين مرتفع إذن الهيموغلوبين يرتبط مع الغاز الذي يكون تركيزه مرتفع وطبعا على مستوى الأسناخ الرئوية يكون تركيز الأكسجين مرتفع ويحدث التفاعل الثاني على مستوى الخلايا أين يكون تركيز غاز ثاني أكسيد الكاربون مرتفع ثالثا تحديد أو التعرف على الفائدة من استعمال أكسلات الأمونيوم إذن يتم إضافة أكسلات الأمونيوم للدم حتى يبقى طاسجا ولا يحدث له عملية تخطر إذن كان هذا التمرين الثالث المقترح في العلوم الطبيعية وننتقل للتمرين الرابع المقترح اخترت لكم تمرين حول الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى إذن نبدأ بقراءة التمرين الذي يؤمن احتياجات خلايا الأعضاء من الغلوكوز والأكسجين هو الدم من خلال الدورتان الدمويتان سين وعين التي يقوم بهما أو تقوم بهما العضوية أولا سمي هتين الدورتين وحدد الهدف منهما ثانيا قارن بين الشريان الأبهر والشريان الرئوي وأخيرا هل يمكن لخلايا الأعضاء أن تتحصل على احتياجاتها من الدم مباشرة طبعا علل إجابتك قبل أن نجيب على التمرين الرابع أنصح أبنائي بالتركيز على الدم لأن الدم يمكن أن تكون عليه تمرين كثيرة جدا والآن مع حل التمرين الرابع تسمية الدورتين وتحديد الهدف منهما سين تمثل الدورة الدموية الصغرى أو نسميها الدورة الرئوية والهدف منها هو تخليص الدم من غاز ثاني أكسيد الكاربون وتزويده بغاز الأكسجين ويكون ذلك على مستوى الرئتين أما عين فتمثل الدورة الدموية الكبرى أو نسميها الدورة الدموية العامة والهدف منها هو تزويد خلايا الليسم بالمغضيات والأكسجين وتخليصها من الفضلات الأزوتية وغاز ثاني أكسيد الكاربون ثانيا المقارنة بين الشريان الأبهر والشريان الرئوي إذن الشريان الرئوي يخرج من القلب ويتجه إلى الرئتين ويكون لون الدم به قاتل أي محمل بغاز ثاني أكسيد الكاربون بينما الشريان الأبهر يخرج من القلب ويتجه للخلايا ويكون محملا بغاز الأكسجين أي لون الدم فاتح ثالثا لا تكون الخلايا في اتصال مباشر مع الدم وإنما تتحصل على احتياجاتها عن طريق اللنف البيني أو الذي نسميه السائل البيني والذي يعتبر كوسيط بين الدم والخلايا والآن ننتقل مباشرة إلى التمرين الخامس المقترح لشهادة التعليم المتوسط محمد طالب في السنة الرابعة المتوسط وعند دراسته لمكونات الدم أخبرتهم أستاذة العنوم الطبيعية أن الدم يتغير لونه بوجود الغازات التنفسية المتمثلة في الأكسجين وثاني أكسيد الكاربون وللتأكد من صحة معلومة قمت وزملائك بالتجربة الموضحة في الوثيقة رقم واحد من خلال نتائج المتحصل عليها وباستغلال الوثيقة رقم اثنين أجب عن التعليمات المطروح أولا حدد النتيجة المتوقعة في كل حالة من الوثيقة رقم واحد ثانيا فسر نتائج التجربة ثالثا انطلاقا من الوثيقة رقم اثنين اشرح كيفية انتقال الغازات التنفسية في اللسم مدائما إجابتك بالمعادلات الكيميائية أخيرا تعرف على الظاهرة المدروسة وما هو الهدف منها والآن بعدما قرأنا التمرين الخامس ننتقل مباشرة إلى حل هذا التمرين وقد اخترته لكم هذا التمرين لأنه يتكلم عن الغازات التنفسية أي على التنفس إذن حل التمرين الخافص أولا تحديد النتائج المتوقعة في كل تجربة في التجربة الأولى عند إضافة غاز ثناء الأكسجين يظهر لون الدم فاتح أما التجربة الثانية عند إضافة ثاني أكسيد الكاربون فيظهر لون الدم قاتم ثانيا شرح كيفية انتقال الغازات التنفسية في اللسم يتم نقل الغازات التنفسية في اللسم بفضل الهيموغلوبين الذي يدخل في تكوين كرية الدم الحمراء حيث يرتبط الهيموغلوبين مع الغاز الذي يكون ضغطه كبير أو نقول تركيزه كبير وينفصل عنه عندما ينخفض تركيزه أو ضغطه ويتم ذلك وفق المعادلات الكيميائية التالية إذن على مستوى الأسناخ الرئوية يصل الأكسجين محملا أو مرتبطا بغاز ثاني أكسيد الكاربون فتكون المعادلة الكيميائية كالتالي Hb8 تعطيني Hb4O2 إذن الأكسجين يتم استغلاله من طرف الخلية والهيموغلوبين يرتبط مع CO2 الموجود في الخلية فتصبح المعادلة كالتالي Hb2 تعطيني HbCO2 إذن هذا على مستوى الخلية أما على مستوى الرئتين فيصل الدم قاتم إذن محمل بغاز CO2 يصل HbCO2 ينفصل مباشرة فيصبح HbZCO2 CO2 يطرح خارج الرئة ثم يرتبط الهيموغلوبين مع الأكسجين موجود في الرئة فتصبح HbZ4O2 تعطيني HbO8 إذن هذه معادلة الارتباط مع الهيموغلوبين على مستوى الرئتين والخلية اسم الظاهرة المدروسة هي التنفس والهدف منها هي إنتاج الطاقة الضرورية لنشاط اللسم والآن ننتقل مباشرة إلى التمرين السادس الذي اخترته لكم كتمرين مقترح لشهادة التعليم المدرس إذن التمرين المقترح هو التمرين حول التخمر قصد دراسة سلوك الخميرة في وجود وغياب الأكسجين تم تحضير محلول لخلايا الخميرة أضيف له الغلوكوز في إناء مغلق به كمية ثابتة من الأكسجين تم قياس كل من غازي الأكسجين وغاز ثاني أكسيد كاربون وكحول الإثانول خلال مدة التجربة المطلوب قدم تفسيرا لتغير كمية غازي الأكسجين وغاز ثاني أكسيد كاربون قبل الزمن تي تساوي ميتين ثانية ثانيا سم العملية التي قامت بها الخميرة قبل الزمن قبل ميتين ثانية وترجمها إلى معادلة كيميائية ثانيا في الزمن تي تساوي ميتين ثانية ينعدم أحد الغازين في حين يتزايد الآخر ويظهر مرقب جديد لهو كحول إثانول قدم تفسيرا لذلك مبينا العملية التي قامت بها الخميرة في هذه الشروط وأخيرا متى تتوقف الخميرة عن طرح غاز ثاني أكسيد الكاربون وننتقل مباشرة إلى حل التمرين إذن تفسير تغير كمية غازي الأكسجين من ثاني أكسيد كاربون قبل الزمن ميتين ثانية إذن قبل الزمن ميتين ثانية يلاحظ انخفاض غاز الأكسجين إلى غاية الإنعدام وفي نفس الوقت ارتفاع كمية غاز ثاني أكسيد الكاربون بعدما كان منعدما في بداية التجربة وهذا يدل على أن الخميرة استهلكت الأكسجين وطرحت غاز ثاني أكسيد الكاربون إذن ويتم ذلك وفق المعادلة الكيميائية التالية إذن 6H126 زائد 6O2 تعطيني مباشرة 6CO2 زائد 6H2O زائد طاقة إذن وهذه معادلة التنفس إذن يحدث قبل الزمن ميتين ثانية الأولى إذن تحدث عملية التنفس الأهل سبب انعدام الأكسجين وتزايد غاز ثاني أكسيد كاربون وظهور مركب الإثانون عند الزمن تي تساوي ميتين ثانية نافذة كل الأكسجين الموجود بالحوجلة لأن الخميرة استهلكته ومع ذلك بقي غاز ثاني أكسيد الكاربون يتزايد وظهر مركب الإثانون وهذا يدل على أن الخميرة يمكنها استحمال الغلوكوز في غياب الأكسجين عن طريق ظاهرة التخمر التي ينتج عنها غاز ثاني أكسيد الكاربون وكحول الإثانون وطاقة قليلة آخر سؤال متى تتوقف الخميرة عن طريق غاز ثاني أكسيد الكاربون تتوقف الخميرة في حالة انتهاء الغلوكوز من الوسط إذن كان هذا التمرين المقترح حول التخمر وننتقل مباشرة إلى آخر تمرين مقترح إذن إليك الجدول التالي الذي يوضح نتائج استهلك الغلوكوز من طرف الخميرة في وسطين A وB إذن لدينا وسط A ووسط B إذن وضعنا عدة شروط حجم الأكسجين المستعمل كمية الغلوكوز المستعملة وكمية الغلوكوز المستهلكة وحجم غاز ثاني أكسيد الكاربون المطروح وأخيراً كتلة الخميرة المتشكلة في الوسطين المطلوب حدث نوع الوسطين A وB مع التعليل ثانياً قارن ثم فسر معطيات الجدول وأخيراً من خلال تحليلك للجدول تعرف على الظاهرتين المدروستين وما هو الهدف منهما وننتقل مباشرة إلى حل التمرين السابع والأخير أولاً تحديد طبيعة الوسطين الوسط الأول هو وسط هوائي لأنه يحتوي على غاز الأكسجين والوسط الثاني أو الوسط B وسط لاهوائي لأنه لا يحتوي على غاز الأكسجين مقارنة وتفسير معطيات الجدول نبدأ بالمقارنة إذا نلاحظ أن استهلاك الغلوكوز في الوسط الهوائي يكون استهلاك كلي بينما استهلاك الغلوكوز في الوسط اللاهوائي يكون جزئي وكمية الخميرة المتشكلة في الوسط الهوائي كبيرة وبينما في الوسط اللاهوائي قليلة وكمية غاز الأكسجين المطروع في الوسط الهوائي كبير بينما يكون في الوسط اللاهوائي قليل تفسير معطيات الجدول كانت كمية الخميرة المتشكلة في الوسط الهوائي أكبر من الوسط اللاهوائي وأيضاً كمية غاز الأكسجين السيودو المطروع في الوسط الهوائي أكبر من الوسط اللاهوائي لأن استهلاك الخميرة للغلوكوز في الوسط الهوائي كان كل بينما في الوسط اللاهوائي جزء وبالتالي فإن الطاقة الناتجة في الوسط الهوائي تكون أكبر من الوسط اللاهوائي ولهذا كانت كمية الخميرة المتشكلة في الوسط الهوائي أكبر من الوسط اللاهوائي تقريبا بثلاث مرات ثالثا التعرف على الظاهرتين المدرستين والهدف منهما في الوسط الهوائي الظاهرة هي التنفس وفي الوسط اللاهوائي هي التخمر والهدف منهما هو إنتاج الطاقة الضرورية في الأخير أرجو من الله أن أكون قد أفدتكم دمتم طيبين وإلى لقاء آخر بإذن الله